مريحش المحيط المقرب مريحش يفهمه وخاصة مريحينش يصدقوه علاش لأن المحيط المقرب رايح يكون يعرف فقط الوجه الملائكي للولي السام خاصة كذلك وأنه الولي السام كان عمل لازم وعمل كل ما في وسعه وفي جهده لإبداء عيوب الضحية لنقدها لتحطيم صورتها وتشويهها وعزلها وغيره من الأعمال الشيطانية وهذا كل في ظهر الغيب الطفل الضحية سترجع ضحية للمرة الثانية المرة اللولة من طرف الولي السام والولي السوي اللي رايح يكون كومبليس رايح يشارك بصفة غير مباشرة في تحطيمه ورايح يسهل عمل الولي السام لتحطيم الضحية ورايح تكون ضحية مرة أخرى من طرف الخارج من طرف المحيط هذا اللي ضاير به والمحيط هذا اللي رايح ما يفهموش ما يصدقوش رايح يطلعوا كذاب ومتلاعب وغيره وهذا الكل ما هو إلا استقاطات نفسية للولي السام على الضحية تاعده تكبر ضحية مفتقدة كذلك للولي الناصح المرشد كمثلا أب هو المرشد هو الناصح هو المثال تاعد الولد انتاعه مثلا الأب راهو هنا بشي يوجه ابنه في مثلا في مشروع في دراسة في تجارة يمدلوا رأيه أم راح تكون الدور المثال المرشدة الناصحة لبنتها راح تكون السند تاعد بنتها مثلا في أول ما متجيها دورة البنتها راح تكون أقرب حاجة لأمها وهذا ما نلقواهش في العلاقة السامة إرشادات أم اللي بنتها في أبسط الحاجات في زواجها مثلا الأمثلة كثيرة كيف تفهم الضحية ولو أنه الطفل ضحية من صغره يعرف باللي كان حاجة غير طبيعية وغير عادية في علاقته مع الولي السام وسلوك الولي السام ومعاملته ليها كيف تفهم الضحية الفخ اللي راه فيها والجحيم اللي راه عايش فيها تحاول تخلص منه والهروب وللأسف كما قلت في أغلب الأحيانة حتقع في فخ ومصيدة أشخاص أكثر سمية من الولي السام اللي عرفته الضحية علاش؟ لأنه ضحية هداك هو المودال الوحيد اللي تعرفه وخاصة أنه أسلوب الشخص السام في الأول رايح يكون مقنع رايح يكون مليء بالحب والرعاية والاهتمام وهداك واشتبحت عنه ضحية هداك اللي مفتقدته دونك أول ما شخص يوري لها الحب والاهتمام والرعاية هدا مرحلة لوف بومبينج عندي بودكاست طويل عريض عليه وعندي لايف كذلك عندي يوتيوب وفيديو يوتيوب على لوف بومبينج كذلك على الشخص النرجسي دونك كيف تلقى الضحية؟ هدا كامل راح تنجرب للشخص السام لكن للأسف ما هو إلا فخ للإيقاع بالضحايا وهذا الشي رايح يكمل على الباقي عند الضحية رايح يدمر هذا مار شامل ما ننسوش أنه ضحية تتحول لشخصية كذلك مضحية فوق اللازم وشخصية مصردية للجميع على حساب نفسها وبصفة مفرطة الضحية تكبره هي ما عندهاش الحق أنها تفرح وما عندهاش الحق أنها تسهل الخير تكبره هي اعتمادية عديمة التقى في نفسها خاصة وأنه الولي السام هو اللي عودها يأخذ جميع القرارات بذلها وبالنيابة عنها واللي غالبا للأسف الشديد هذ القرارات تكون قرارات قهرية وتعسفية في حق الضحية نحب نشير النقطة بر الوالدين ما عنده حتى علاقة مع تحمل الأذى والتضحية بالنفس كما نسمعوا كاين عقوق الوالدين كاين كذلك عقوق الأبناء نعم عقوق الوالدين لأبنائهم للأسف الضحية تكبره هي مشدودة لناس متسلطين ومسيطرين ومتحكمين وهم اللي رايحين ياخدوا زمام أمور حياتها ويقروا بالنيابة عنها ويدمروها يحطمو لها حياتها إذا قدرت الضحية تفيق من هذ الكابوس وتفهم مش راه صاري لازم عليها الخروج من الذائرة المغلقة هذه اللي راه يوقع فيها بمعنى تخلي العلاقة سطحية مع الشخص السامك سواء صديق أو زوج وزوجة أو ولي سامة كيف تكبر وتفيق ويتكرر التجارب لأنها راح تتكرر حتى أنها لازم تفهم الدرس إذا ما فهمتش ضحية الدرس رايح يتكرر وكل مرة رايح يكون التجربة تكون أصعب وأشد لازم تخلي العلاقة سطحية وتعتمد على الملاحظة الموضوعية الملاحظة الموضوعية هذه بدون أي شعور الملاحظة الموضوعية يعني بعد وشوف وش قاعد يصير شوف ما تعمل حتى حكم لاحظ بكل موضوعية راح تشوف العجب العجاب ملاحظة الموضوعية راح تفضح كل سلوكات وتعاملات الولي السام ولو أنه الناس كثيرة ما تقدرش تباعد على الولي السام خلي العلاقة سطحية خلي المحادثات محدودة ما تحكيش على نفسك على خصوصياتك على ذاتك على شخصيتك على مشاريعك على خاصة كيفش تحس لا للشكوى كل شكوى ولا للأسرار كل شي يرجع ضدك ما لازمش لكن إذا ملاحظة ما زال تتأثر على مشاعر الضحية يعني أنها لم تشفى بعد من تأثير الولي السام أو الشخص السام عليها لازم على الضحية تخرج من تقنيب الضمير لازم عليها كذلك أن لا تنغلق في دور الضحية ولو أنه رح تمر بفترة وين رح ت تحكي وتعود في نفس المشكل تحكي وتعود في نفس الشي كأنها تحب تحب تطمئن أنها هذاك اللي عاشدته واقع وليس خيال تحب تسمع تحب أنها تفهم من طرف الغير تحب كذلك تسمع أنها أنها صدقوها وأنها ما قعداش اللي تحكي منه وفيه ما هوش من وحي الخيال وما هوش هلاوس جايتها لأنه الشخص السام ديما يقول باللي ضحية مجنونة وهذا إسقاط نفسي لأنه الجنون رح ينلقواه في داخل الشخص السام والاضطراب العقلي رحو داخل الشخص السام اللي يسقطوا على الغير الشخص السام ما قادرش يستحمل نفسه لهذا يحب كي يدمر الشخص الآخر يفرغ عليه هداك السلبية كاملة اللي عنده بداخله الضحية بش تخرج من هذا كامل ما كانش أحسن من علاج نفسي معمق مع مختص متمكن من هذا الموضوع إذا هذا كان مستحيل الضحية لازم تركز على نفسها وتحاول قدر المستطاعة أنها ترمم الشي اللي تكسر حاجة مهمة جدا ما لازمش الضحية تحاول تغير الشخص السام أولا هدا مشي دورك تانيا رح تهدر الضحية رح تهدر طاقة جبارة ورح تدخل في دوام تعذاب أخرى لأنه الولي السام ولا رايح يفهمك ولا رايح يحس بيك ولا رايح يعترف بخطأه ولا رايح يتغير ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر